مرحبا اليوم بدعم الأنوي يكن طريق التحذير مقلوبة البتنجان عنا طلت أكوة بماي كوبين راز غسلتن أكيد زيت نباتي بتنجان حبتم بندورة قطعتن بهيدا الشكل نص ملع صغيري فلفل أسود ونص ملع صغيري سبع بهرات وملع صغيري ملح لنبلش الطريقة مع بعد بسم الله بحط بالطنجرة حوالي ملع طعم زيت نباتي عشان البتنجان قليته بالزيت هلأ بحط البندورة بأرض الطنجرة هيدا الشكل حطينا البندورة كمان البتنجان بعد ما حطت البتنجان بهيدا الشكل شفتو كيف هلأ بحط الراز بسم الله بحط لبهرات كمان الملاح وآخر شيء الماي بسم الله هلأ بحطنا على الغاز لا يغلو مع بعض بصري الراز بهيدا الشكل هلأ أتخفف الغاز على الأخير وبغط الطنجرة بعد حوالي سبعة دقايق يبطف الغاز تحت الراز أول شيء بعمل البتنجان بهيدا الشكل وهيدا شكل الراز كمان هلأ بطبه بالصحن بسم الله هلأ بدي قليلة لحمة وحطن على الوجه عندي لحمة مفرومة بحط زيت نباتي حتى تحوالي 3 معلق طعم زيت نباتي بقليهم مع بعض على الغاز بحط فوق الملاح ورش صغيري فلفل أسود رش صغيري سبعة بهرات بحركم مع بعض لتستوي اللحمة هاد اللحمة انتهينا من تقليفها أول شي رححط البندورة اللي كانت تحت البتنجانات تعطي شكل حلو على البتنجان كمان بحط اللحمة المفرومة بهيدا الشكل اكيد الزينة حسب الرغبة مثل كل مرة هدي مقلوبة البتنجان لعملتها أنا وياكم بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعد تعليق اذا عجبتوا الطريقة عملاق وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي باي باي